القعدة رقم 40 من كتاب قواعد السطوة للكاتب الامريكي روبرت جرين ازهد في كل ما يعطى لك مجانا والقعدة دي انا بسميها قعدة الزهد قعدة السخاء قعدة الاموال قعدة الفلوس يعني زي ما انت عايز سميها سميها والقعدة دي لها حتة كده في جلبي من جوا يعني 48 قعدة 47 منهم في حتة والقعدة دي في حتة تانية خلص ليه هقول لكم ليه انا شخصيا وانا صغير كل ما اقول له بي مثلا هات فلوسي هو يقول لي لما يجي فرجالله فكان عندي اعتقاد ان فرجالله ده واحد اسمه فرجالله وكده يعني وهو غايب ومش موجود ولما يرجع هاخد منه فلوس وكده هو والدي فكرته في الموضوع مش مش بخلو الحياة والدي ما كانش بكلت خلص يعني في لا كان هو يجيب يحب يجيب فكحة يعني بالفلوس يحب يأكل لحمة كتير كده بس حتة ان هو يضي مصروف يومي دي ما كانش موجودة يعني تمام اربلا دي له صحة وطلالهم ربعا يعني فدي الفكرة يمكن دي دايما كل واحد فيه جزء من شخصيته بسبب طفلته دي النقطة الاولى النقطة التانية الناس اللي عارفها بتتبعيني هنا على القناة عارف ان انا سناي قطب او متشخص الترابج دانين سناي قطب وبايبولر من النوع الاول فمن اكتر اسباب الانتكاسات بتاعتي التلاتة كانت النحية المادية ده بالنسبة لي ان شخصي هحكي لكم طبعا شوية حياة كتير كده في النص واحنا وداخلين لكن الاول تعالي نشوفه الكاتب بيقول ايه ازهد في كل ما يعطى لك مجانا الحكمة من ذلك لان الزهد يمنع خداعك ويمنع احراجك ويمنع رشوتك بالبلدي انه هو يمنع اجبارك على فعلك ما لا تريد ولانه يتنافى مع قواعد السطوة لان في السطوة انت الذي تحرك رقعة الشطرانشة او قطع الشطرانشة تمام طيب رقم اتنين الحكمة في ان انت تزهد من كل ما يعطى لك مجانا لان السخاء السخاء اللي هو العطاء الفلوس يعني هم الاسخياء فقط هم الذين يحققون السطوة والسخاء هو السر السطوة وقلبها النابض وقلبها ايه النابض انما لو انت شخص بيتابعين عندك مشكلة ثنائي قطب او شخصية حدية او شخصية فصام مش داني اللي هو أو شخصية فصامية باعراض ايجابية اكتر فانا هقول لك من هنا كن بخيلا كن بخيلا ما تخليش في ايدك فلوس خلص خد مصروف من اللي حواليك اللي انت بتسرق منهم متخليش في ايدك تحت ايدك فيزا كاردة ولا مصر كاردة ولا مكان اكس بريس ولا اي وسيلة للدفع اولاين يعني بصو هي قاعدة غريبة شوية واعتقادات غريبة عني ولكن يعني هوصلكم في الاخر ان انا اقنعكم بوجهة نظر الشخصية خلاص طبعا الكاتب بيستشهد بحيات كتير جدا جدا فانا يعني اكتر قاعدة لخصتها في نقاط تقريبا خمستاشر مقطة تمام الناس اللي عملها يستشهد بيهم الكاتب يعني دول جماعة ليسوا على بلتنا مش الهدف كده والله لا بس يعني هنجيب شواهد من التاريخ العربي والاسلامي ومن حياتي انا الشخصية تمام وحقول لكم اقول لكم شهر العسل بداي يعني ازاي ان انا يعني صرفت مبلغ طائلة طائلة بفعلا يعني حد في شهر العسل مسلا ياخد ام واخواته الحج ابويا مقدش يجيب معانا وياخد حماته وعيالها يعني اخوات مراطي ويحيز فيلا في السحل الشمالي ويطلع من الصعيد لغاية السحل الشمالي باتوبيس كامل خمساشر واحد ويتحمل مسؤوليتهم كلهم اكلوا وشربوا سكن لمدة خمسة ايام فيعني بصراحة انا ما شفتش حد اعمالها يعني ولا هيعملها ولا لو ارجع بها الزمن مش هعمل كده يعني فهتعرف حيات كتير يعني ان شاء الله في القعدة دي هجول لكم الحكمة من تطبيق القعدة دي وانتهكها هجول لكم بالبلدي وردو يعني حاجة حطها حلقة فودانك كده وهجول لكم كمان التحليل النفسي والسلوك للاشخاص اللي بيضبقوا القعدة دي والتحليل النفسي والسلوك للاشخاص اللي بينتهكوا القعدة دي التحليل النفسي والسلوك الايجابي التحليل النفسي والسلوك السلبي هجاوب كمان على اسئلة كتير جدا يتلع على القص بسبب يعني بسبب موضوع الفلوس او القادة دي او حيات متعلقة بالموضوع ده دكتور ايه افضل شيء في التعامل مع المال هاقول لكم من وجهة نظر الشخصية افضل شيء دكتور هل الاموال دليل على اصابة الشخص بالامراض الزهنية طبعا وجدا جدا جدا يعني انا عملت فيديو البيبولر والفلوس يعني تمام اللي حابب لينك الفيديو بيقول لي هسيبهولو تحت في الوصف يعني هسيبهولو في كومنت او هتلاقوه في وصف الفيديو ان شاء الله سنة ثلاثة ازاي اتعامل مع المشتريات الاونلاين يعني في عالم كله اونلاين فازاي اتعامل مع المشتريات اونلاين والحيطة دي مهم جدا يعني عشان تبصوا يعني يعني فعلا تحفظ على فلوسكم خلاص هقول لك ازاي تتعامل هل هناك طرق عملية للتحكم في عدم صرف وتبزير الاموال في غير امكانها وبس اتقيم انا هقول لك خمس طرق عملية يعني الفيديو بتاع الفلوس يعني هتلاقوه بس في حيات تانية كمان ان شاء الله اتفيدكم سين خمسة هل لك تجارب سيئة في مشروع هلثاوي مع الفلوس للأسف هقول لكم يعني شوية حيات كده يعني عشان تتعلموا منها يعني سين ستة ادعية عشان الفلوس حاضر عيوني هقول لك شوية ادعية كده يخلوك توب غني سين سبعة افضل بزنس من وجهة لها وجهة نظر غريبة في البيزنس يعني الدمام ولكن ممكن تحس ان هي مفيدة وانا شخصيا جاربتها هقول لك ايه هي سين تمانية هلثاوي بيدخلك كام في شهر دكتوري انت هلثاوي يوتيوب وموقع وفيسبوك وتويتر وتيليجرام ومتابعات مدفوعة واللاين فعايزة اننا اعرف كده يعني بيدخلك فدي كل الاسئلة اللي جات ومنطلقة بالموضوع فان شاء الله يعني هجاوب على الاسئلة دي كلها نقول يلا بنا نبدأ يلا بنا بسم الله والصلاة والسلام عبدالخلق الله سيدنا حمد وعلى الله وصحبه ونواله اهلا وسهلا بيكم انا دهال شاعر وهنا قناة الثاوي القناة متمة بكل ما يخصه صحة تحت منصة الغزاء والدواء ولا ايكاني الصحة النفسية وللطربات المزيئة لها تمام جدا جدا خاص عندي لان انا شخصيا اتشخصتي في الاول حقيقة اسمها فسامو جداني او بعدها شخصتي اثنية قطبة او اتقرب جداني اثنية قطبة ودخلتي بصحة نفسية وقتين خدت ادوية نفسية خمس سنين وحتى الضيجة انا خدت جلساتك اربائية اتناشر جلسة انا مجي بقول كده من قبل الصعبانيات ولا حاجة لا انا بعلمكم اه يعني انا كنت ايه ووصلت ال ايه وانت كشخص بيتابعني تقدر توصل لكده وتقدر توصل في يوم الايام لحيطة ان انت تكون يعني يعني في مرحلة كويسة بان انت تتعلم من اخطاء حصلت معينا شخصيا طيب كان كمان فيه استفتعة او استبيان على المنتدى هنا على قناة اليوتيوب ايه اكتر اسبابك ايه اكتر الاسباب للاصابة بالامراض النفسية والاضطربات الزهنية وقعا فيه 3 اختيارات هل هي جينات هل هي مخضرات هل هي صدمات في اشخاص ومواقف وكان اكتر من 60% من الناس اجمعوا ان هي صدمات في اشخاص ومواقف ومن ضمن الصدمات في المواقف ان انت تصرف الفلوس في غير مكانها تحط فلوسك في غير ما تشتري كل اللي انت عايزه يكون معاك فيزا كاردا ولا مستكاردا ولا اي حاجة اللي تدفع وتدخل تشتري كل حاجة انت عايزها اي اعلان ممول بيجي لك الحاجة انت قدت بتبحث عنها تروح تدخل وتشتريها تمام فيعني دي مصيبة 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 فعلا على اي شخص على فكرة مش على كمان على شخص بايبولر وعنده طربات ذهنية فان شاء الله ان شاء الله بالقعدة دي هتطلع منها في الاخر خالص ازاي تتحكم في نفسك ازاي تتحكم في فلوسك ازاي تمنع الانتكاسات ازاي تمنع ان انت ترجع تصاب تاني باي مشاكل او اي تقبات ذهنية بسبب ان انت ما تحكمتش في فلوسك او تعرضت الازمة مالية طيب ان نقول نملخص كلام الكاتب احنا نقول للكاتب متكلم في القعدة دي في خمستاشر نقطة في حاجات كتير جدا يعني هو ده قريبا يعني متكلم في ثلاثين صفحة انا الخاصة ثلاثين صفحة في خمستاشر نقطة فاسمحوا لان انا اقول لكم كل نقطة وتعليق عليها اقام واحد تذكر ان الاحمق وحده هو من يبخل عندما يكون عظيما وغنيا ولكن ولكي تكسب ود الناس عليك ان تقاوم حبك للمال وان تقدم لهم الهدايا والعطايا حتة دي يعني هي حتة سياسية بحتة يعني تمام في كل انا بقى بعشق التاريخ في كل التاريخ اللي قرأته ما شفتش واحد حاكم كان بخيل مع الحاشي اللي حواليه ومع الشعراء ويعني كان ممضوحة ومحبوب أو كده فبس لان الحذايا تيجزيب قلوب الرجال كما يجزيب المغناطيس الحديد طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول تهادوا تحابوا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون انا من استشهد بحاجاتي يعني بحديثه وبالقرآن وتذكر ان الصدقات تعطى للمؤلفة قلوبه الصدقات طبعا في الدين الاسلام عندنا ان هي لها فئات معينة ومن ضمن الفئات المؤلفة قلوبه وتذكر غنائم حنين وكيف كان توزيعها من النبي صلى الله عليه وسلم وخصوصا لحديث العهد بالاسلام طبعا انا بحاول ان انا اربط القواعد بحاجات من تاريخنا العربي والاسلامي يعني هي دي الفكرة في قواعد السطوة طيب رقم اثنين علي الجانب الاخر لكي تصل الى اعلى مراتب السطوة لا تقبل هدايا من احد خلي بالكم الحديد اخوانا خلي بالكم الناس اللي يديكم هدايا خليك اليد العليا دايما وتذكر ان امهر المحتالين عالميا كانوا يستغلوا حب الاخرين للهدايا لايقاعهم في شباكهم ودي يعني النوع من انواع الشخصيات السماء او الشخصيات الميكافيلية فالاصدقاء الذين يقدمون لك هدايا دون ان يطلبوا شيئا سيأتون بعد فترة ويطلبوا منك اكثر بكثير من السمن الذي كنت ستدفعه لو اشتريت لهم الهدية بفلوسك لو اشتريت لنفسك يعني الهدية بفلوسك خلاص دي النقطة التانية او قم تلاتة في عالم السطو اتذكر دائما القاعدة التي تقول اقلي بالكم القاعدة دي قويسي جدا لو انت في اي منصب سياسي او قيادي او لو انت عايز تحافظ على البوزيشن بتاعك او لو انت شخص بزنسمان ناجح وعايز ناجح شركتك القاعدة بتقول لي حين تريد ان تأخذ عليك ان تعطي اولا حين تريد ان تأخذ عليك ان تعطي اولا خلاص فمنحك هذية مناسبة لشخص تجعله يشعر بالواجب تجاهك فالرجال حتى لو كبروا فهم اطفال الرجال حتى لو كبروا فهم اطفال المقصود برجال هنا الرجال والنساء يعني كده يعني فهمين طيب في مثل برضو باللغة الفرنسية بيقول ايه لزوم صان دو غرون زنفو مش هجمال اللي بيسمعوني من المغرب تونس والجزائر جمال افرقيا اعتقد ان انه مضقتها صح صح اقول او لمن صح عارف كلم فرنسي طيب طبعا هو يقول لك الرجال حتى لو كبروا فهم اطفال وكلنا نعرف مدى فرحة الطفل بالهدية كما ان الهدية تلين النفوس وتجعلهم اسهل في الخداع وانفاقك وانفاقك للمالك بكورم وسخاء يجذب اليك رجال الصفوة ويسعدهم بصحبتك ويجعلهم حلفائك فهي هي دي هي دي ما ينفعش انت عايز اوصل لمنصب لما كان لتنجح في بيزنس كبير انت عمو تقوم بخيل ما ينفعش بتاتا خلاص طيب رقم خمسة في عالم الاغواق العالم الاغواق بقى رجال مع نساء نساء مع رجال الكلام ده كله اذا اردت ان تجذب اليك مرأم فان اكثر اكثر ما يبعدها عنك البخل وتذكر قصة المريرة ابن شعبة عندما اراد ان يتزوج وهو كبير في السن يعني هي من اكتر القصص اللي عجباني بصراحة نسيبكم من قصص الكاتب ده كله اللي كاتبه ده كلام فاضي انا اعتقد هو مقرأش التاريخ العربي ولا الاسلامي بغض النظر ولكن احنا تاريخنا مليان بصراحة اقول لكم قصة المريرة ابن شعبة طبعا اللي عارف ان العرب دهات العرب اربعة واحد من ضمن الاربعة ده المريرة ابن شعبة وناس كتير يمكن مشواردة بالها من المريرة بس المريرة ابن شعبة تزوج اكتر من تمانين مرأة ايه لين انت هو المريرة ابن شعبة من ثقيف يعني من الطائف وبمناسبة ثقيف الطائف فهو عمه عربة ابن مسعود اللي هو لو لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم احد رجال في القريتين هو عربة ابن مسعود الثقافية يعني متخيلين انتو ده عم المريرة ابن شعبة وعربة ابن مسعود هو جد الحجاجي من يوسف السرفي يعني هي القصة كده ايه ده خلاب بعضها وانت عارفين طبعا ان انا بحب الحجاجي يعني احنا بكلمت في فيديو تفصيلي قبل كده ليه بهب طيب يبا احنا كنا بنقول ان المريرة ابن شعبة تزوج اكتر من تبنيين المريرة واحد ذهات العرب الاربعة ومشهور بالفطنة والزكاء وهو دهاؤه في حاجة بيسموها سرعة البديهة سرعة ايه البديهة يقول لها المريرة ابن شعبة كان عايز يجوز واحدة وهو كان كبير جدا في السن كان مسن مسن كبير جدا فالمهم راح يتقدم لها والستة اللي راح يتقدم لها دي في نفس الوقت كان متقدم لها واحد تاني شاب شاب ومقتبل العمر ويعني في كل الصفات اللي اي واحدة توفق بالشاب فاي طبعا جابيتهم الاتنين مع بعض عشان ايه تشوفهم هما بيتكلم مع بعض طبعا ويسمع وتسمع منهم وتشوف ايه اتكرر تاخد مين منهم اول ما شاف المريرة الشاب ده وشاف ان هو شاب وفتي ووسيم ومش حارف ايه ومتقدم للمتقل خلاص انا مش حينفى ان انا اتجوز الستة دي خالص يعني تمام فالهم ايه بس قال افتح مع موضوع فتح مع مواضيع تعرف ايه في الفقه تعرف ايه في التفسير تعرف ايه في الحلل والحرم بعدين ايه قال له ايه كيف علمك بالحساب فخلي بالكم المرسود بالحساب هنا اللي هو يعني الفلوس يعني اخبارك في الفلوس وعمليه في الفلوس وشغال ايه وبزنس مان ولا بتجيب فلوس منين بتدخل فلوس منين كده يعني تمام فالشاب طبعا مبسوط واخدته الحتي تنوى اتكلم عن نفسه كتير وطبعا المريرة بيثبتوا يعني فالشاب بقول لي قال له لا يشهزوا علي منه الشاذة والفاذة يعني انا مبص الفلوس معاي يعني لو معاي 100 جنيه انا عارف المد جنيه وعدهم بالجنيه واشوف لو نرسوا جنيه او خمسة جنيه اقول مين خده وراحت فين الفلوس وجيت منين كده تمام ده معناها يعني بالبلدي فرح المريرة بيقول ايه طبعا الستة بتسمع اللي بقى لكم هو عارف ان هي بتسمع من خلف الباب فالمريرة قلت اما انا فاضعوا البدرة البدرة المقصود بها الفلوس يعني كيس الفلوس في زاوية البيت حتى اذا جئت وجدتها فارغة يعني احطي الكيس بتاع الفلوس وجدت في البيت ايه الجا فاضي فيعمل ايه بقى قال اخذتها ووضعت اخرى مكانها يعني انا الفلوس مش في بالي واهل بيتي دايما نخليهم يعني ايه مش محتاجين فلوس ولو خدوا ما حاسبهمش عليها فرحة المرأة في الاخر ايه وافرت بالمريرة بسببت ايه الشاب بتاع مقتبال العمر الشاب بتاع مقتبال العمر تمام فايه قصة في الموضوع يعني هي قصة لطيفة ولكن حقيقية وفي علم الاغواء فعلا الستات انا عارف واحد اا واحدة كانت بتشتكي تقول ان زوجها بيجيس الزيت بالملة يعني انا مش متخلم صراحة زي واحد اا واحدة تعيش مع واحد زي كده البخل في الموضوع الستات وفي البيوت من اكتر المشاكل بعد من نجات نظر الشخصية اكتر المشاكل بعد مشاكل العلاقة الزوجية سببا اساسيا في الانفصال والطلاق والخلع والحياة المنتشرة حاليا تمام? اقام ستة محاولتك الاكتشاف نوعية الشخصية التي تتعامل معها من حيث الناحية المادية يجعلك تستطيع التحكم فيه او فيها يعني في الشخصية دي نفسها والسيطرة عليها او حتى الابتعاد عنها هما الفكرة في الموضوع ان انت تقدر تبتعد عن شخص يعني انا ضمن بعض مرات القاعدة دي مباشرة بدأت اصنف الناس في حياة اللي يتعاملوا معي في الماديات فعرفت ان فيه واحد اقربائي قل لي شوية يقول لي ايه مزنوج ما فيه مشاكل مادية مش عارفة فهو ايه ياخد فلوس الفلوس بيكون بسيطة يعني تمام اه وما بيرجي حاجة تانية فانا ايه اقولت لا لازم اضلبه اه فكان اخر مني الف جنيه ورحت اكلمت وبعد قاعد دي مباشرة فلا انا انا عايز الالف جنيه اللي دي تالك سانة انفاتت زي ما كنا قاعدين مع بعض ما حالش عشان انا محتاجش فلوس وكده الالف جنيه دي بتاعتي اه اه اجمحها لي بس حاولت وفقها لي خلال تلات اه تلات ايام وهو كان عايش في السعودية الف جنيه تقريبا المتير ريال يعني فالكلام عبيد بعد كم يوم لا اجمح يا جماعة لا ما ينفعش انا محتاجش فلوس وعملت مشكلة معه وقفالنا مع بعض مش عشان اخذ الالف جنيه ولا المتير ريال لا انا عشان عايز ابتعد عنه في حتة ان انت تعرف نوعات الشخصية اللي بتعامل معها في الناحية المادية ممكن يخليك ان انت تتجنب ان هو يستنزفك تاني مادية لاب اخة من سبعة توجد اربع انواع من الشخصيات في الجشع والبخل عليك معرفتهم الشخصيات يعني ايه ما يطولش عليهم وقام تمانية تحتاج السطوة الى ضبط النفس وعدم الاستسلام لاوهام الثراء السريع ولتفهم ان التغيير الوحيد الذي يأتي سريعا هو الموت فقط هو الموت فقط التغيير الوحيد اللي بيجي بسرعة هو الموت انما انت لو عايز توصل للصراء السريع انا هعمل قناة يوتيوب ويكون علي عندي ملايين المشاهدات واعمل باللغة العربية وباللغة الانجليزية وهيجي لي دولارات من هنا ودولارات من هنا وهسافر وهعمل لا انسى الكلام ده اي محتوى مثلا على اليوتيوب لو انت عايز تاخد منه فلوس لا يقل عن ثلاث سنين وفي اكتر من عشر مصادر تاني الارباح اليوتيوب غير موضوع الاعلانات وفلوس اليوتيوب ده كلام فاضي كلام عبيد خلاص دي من وجهة نظر الشخصي التحكم بالنفس رقم تسعة التحكم بالنفس وبناء العلاقات الطيبة مع الاخرين هما اساس السطوة الحقيقية الامنة والوصول لهذه السطوة هو الذي يجعل المال يأتيك من حيث لا تحتسب هنا بقى حتة بناء العلاقات الطيبية مع الاخرين وتحكم بالنفس هما اساس السطو طيب يعني انت ممكن تصرف فلوس على ناس وعلى مواقف وكذا تعمل علاقات بالعلاقة دي يجي لك منها فلوس انا ممكن اصرف فلوس على بروشكت زي السيو وعلى يوتيوب وعلى صرف فلوس مع الناس بتعمل المونتاج الادمنز لكن انا واثق ان فيهم هما يجي لي منه فلوس فاهمين الفكرة طيب اقام عشرة رجل السطوة لا يتدنى في تصرفاته ابدا وان تكون روحه تواقة للعظائم ويعتبر المال هو الساحة الاوضح لازهار التدني او الفخامة طبعا حتة سياسية بحتة والحتة دي حتى على فكرة لو انت جاعد على جهوة مع صحابك او على كافي وانت اللي بتحاسب دايما بيكون لك الكلمة بيكون لك الهيبة بيكون لك يعني فاهمين القصة اي نعم يعني لها جانب سلبي ولكن لها جانب ايجابي اقام حضاشر تذكر دايما ان اهم شيء في المال هي حركته وليس تراكمه والحتة دي مهمة جدا 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 وان اهم ما يشتريه المال اقول لك وديعة في البنك اقول لك انا اروح اشتري الشجة اشتري اعمارة اشتري انا ضد السوابط تماما في الفلوس بصراحة يعني انا كشخصيا انا عارف انها ممكن اوجدت بضيحة مش في اماكنها ولكن الناس بتحط اماكنها بحقيقة سابت دي يعني يعني بحس ان هي ما بتوصلش الحياة في حياتها يعني هي اللي بتستمتع بالفلوس والعيالها بتفتكرها حتى فيها ما بقى يعني في غلب الحياة تماما وفي نفس الوقت لا يعني يعني ده غلط اقام 12 اتقن فن السخاء الاستراتيجي يعني السخاء الاستراتيجي انفاق المال في كذب قلوب الناس وليس شراء التحف والمقتنيات كما فعل روتشيلد في فرنسا روتشيلد ده عارفين ربعين عائلة روتشيلد وقال انهم متحكمين في العالم والكلام ده كله بس هو كنزكي جدا جدا في فرنسا طبعا قصة كاملة موجودة في الكتاب الحابب ان حد يقرأها يعني او يشوفها رقم 13 استخدم المال كوسيلة لتحقيق السراتيجية الالهاء نحو المصدر القبيح للثروة ولكي تكسب مظاهر نبلعة دي قاعدة غسل اموال صرف يعني رقم 13 الكاتب اللي بيقول مش انا يخون عشان محدش رقم 14 الهدية تزداد قيمتها بزيادة قدرتها على تحريك المشاعر والذكريات مش لازم يعني تكون هدية غالية جوية ومش هاردية لا انت ممكن تجيب هدية بس هي حياة بسيطة بس لها ذكرة موينة في وقت كذا الجماعة اللي هم ميجوزين ومثلا عايز يعمل حياة كويسة مع زوجته بس مش عايز يصرف فلوس لان هو بخيل او الظروف المادية صعبة كذا اجم 15 تعلم ان تدفع السعر كاملا فان ذلك سيعود عليك بالسطوة في النهاية القاعدة دي بعد سمعتها فانا يمكن الناس اللي عارف الفكهانية العادية اللي هم في الصعيد وفي الارياف وكذا لما دي تشتري حاجة فيقول لك تقوله بكامل كيلو بتاع كذا يقول لك بكذا لو ما يلاقيك مثلا ان انت بتشتري حاجة كتير وكذا يقول لك الكيلو بتاع المنجة دا بعشرين بس عشانك انت عسبولك بخمانستاشر لا حبيبا هاخدو بعشرين انت قلت بعشرين هاخدو بعشرين خلاص فانا عالتي كده طب بيحط واحد على الميزان لا تخطيليش حاجة الميزان محبش اخد حاجة الميزان فاهمين انت القصة هي دي هي شوية ولكن محبش الزيادة على الميزان حبش الفصال على السعر بس في مقابل ده انا اجي احسن حاجة وانضف حاجة يعني هتفرج معي عشرين تلاتين خمسة ريال في الاخر عشر ريال فبالنسبة لي مش هتفرج بس يعني انا بقول لكم بعملها ازاي خلاص نيجي طبعا للحتة اللي احنا قلنا ان نخليها في الاخر لنس الحبة يعني اتعرف انواع الشخصيات فيه انواع شخصيات في الجشع والبخل عليكم معرفتهم واحد او حيتاني الجشع حيتاني الجشع دول صفاتهم يحبون المال حب جم يحبون المال حبا جم لا تهمهم مشاعر الاخرون يضحون باي شيء مقابل المال اعيوب الشخصيات دي ايه يقعون صيدا سمينا للمحتالين لانهم يحبوا المكسب السريع لو يقول لك ايه ازا وجد الطماع تواجد النصب هين هم دول يعني مزاياهم يمكنك ان تستغلج يشعهم لصالحك في عالم السطور خلاص طبعا انا بالنسبة لك شخصيا مقابل كل كل شخصية من دول كتبت ناس من الناس تعملت معهم يعني بس مش هين فعننا ايه هقولهم في حاجة زي يوتيوب او 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 كده اسكر العسمائي يعني رقم اتنين في انواع الشخصيات في الجيش عوالبخل عبيدي المساومة للناس اللي جغالها في البع والشرع طبعا يعني في ناس كده لما تيجي ممنوع يخلون الفصال نهائيا الجماعة اللي بيفصلوا يعني بالبلد صفاتهم يبحثون عن ارخص الاتمان تلاقي عايز يشتري اونلاين عشان يشتري اونلاين يدخل على 30-40 موقع يبحث على العروض اه طب العروض دلوقتي نزلة في صيدات النهدي امتى نزلة في صيدات الدو امتى طب نزلة امتى فاهمين انتم قصة يساومون البائع لدرجة لا توصل لا توصف معيوبهم يخسرون وقتهم بص اخدنا الناس دي بتخسر وقت يعني ممكن لحد ما هداش معنع ان تدخل تلف في مول من العصر اللي هيكفل عشان تشوف حاجات وتشوف عروض وما تشتري حاجة تمام وراحت بالهم ايه اقول ايه 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 ماذا اياهم بقى تقدر تقدم لهم هدية بصورة غير مباشرة اقدر ايب لك نفس المنتج بنفس السعر بنص السعر مثلا وبالتالي تكون قدمت له جميل او هدية العمر يعني فاهمين طبعا فيه ناس بتستغلي ده انه تضحك على ناس تحتال عليهم ترويهم كده بس احنا بتكلم الجانب الايجابي والسلبي اما التطبيق بقى فكل اناء ينظح بما فيه الجماعة السديون صفاتهم يتعاملون مع المال بذناء يماطلون في دفع الدين بعضهم يتطفل عليك في كل شؤون وظيفتك ويسبب لك توترا قاتلا عيوبهم كذب خبس لأ متطفل على فكرة الجماعة دون مش لازم يكونوا فقراء لا بتلقيهم معهم فلوس كتير ممكن بهم اصحاب شركات واصحاب بزنس كبير واصحاب مليارات بس كل شوية كده ماذا اياهم تستطيع التحكم فيهم بسهولة باستخدام استراتيجية الكرم الاستراتيجي الاسخياء بدون حساب وانا اعتقد ده كنت بس دلوقت بجي جدا جدا درجة اني انا لسه يعني من اسبوع كده اعمل مع والدتي مشكلة عشان التلتميجين هو الفكرة مش قص التلتميجين خلص بس هي الفكرة ان انا فعلا حاليا في وقت تصوير الاوديو ده بعدي بازمة مالية كبيرة فمش عايز انتكس وفي التزامات كتير معي وبيتي وكده ف والدتي كانت طلبت فانا عملتها الحاجة دي عملتها بقيمة التلتمية فطلبتها بالتلتمية انا مش معود ان انا طالب يعني فهيدي الفكرة في الموضوع الاسخياء بدون حساب صفاتهم ينفقون المال بسبب احتياجهم لحب الناس واثارة اعجابها يعني هي دي حثة يعني مهمة الكاثب بيقول كده طبعا في ناس اسخياء بدون حساب من ناحية الدينية ان هو بيحتسب ده كل الوجه اللهم وبساعد الاخرين ومن قبيل من قبيل صلة الرحم من قبيل اللي هو تهاد وتحب وكذا عيوبهم عدم ثقتهم في انفسهم ويعتمدون على نظرة الناس وارعيهم ماذا اياهم تستطيع التحكم فيهم بسهولة دون الحاجة لانتم فقمالا فقط بالمدح والسلام عارفيني ان هو اتفضل يا كبير اتفضل كبير الليلة ده اللي هو هيصرف علينا ده اللهم ده النهاردة الغد على حسابك نهاردة العشو على حسابك طلعت السهل عليك السخن عليك عارفين انتم الجماعة دول كده اتمنى ان انا اكون فيدتكم بالانواع والشخصيات والحيات والقصص والتجارب ف يعني ايه نيجي بقى لموضوع الحكمة الحكمة حين تريد ان تأخذ عليك ان تعطي اولا دي حكمة حطها بص يعني اكتبها حين تريد ان تأخذ عليك ان تعطي اولا حتى اخواني جماعة اللي نيجي يشتيك مثلا زوجتي ما تسمعش الكلام زوجتي عنيدة كل ما قول لها اخر اليوم حقوق الزوجية تقول لي لا تعبانا مش حرف يا عم انت بص بص كده انت اخبارك انظامك دنيتك اخر هديجي بتعلي اخر فسحي بتقعما فاهميني انتو القصة فالموضوع يعني ليه حسيد كتير جدا بالبلدي البخيل حتى اولاده يقرهو يتمنوا موته فياني بلاش تكون بخيل خلاص واعتقد انت سمعت مسلسل البخيل وانا طب تحليل نفسه السلوكي الايجابي وتحليل نفسه السلوكي السلبي تحليل نفسه السلوكي الايجابي المتحبون في الله طبعا المؤلفة جابه برضو يعني زي انا بس مع والدتي والله بعدي بظروف صحبة يعني ماديا انا مش رزي حاجة ولا انه في حياتي يعني لم اكن بخيل مع والدتي ولا مع اخوتي ولا مع والدي بتاتا يعني ولكن هي الفكرة يعني انا مش عايز الموضوع يبه فيه ثقة ان انا اقدر اساعد يبه فيه عشم يعني مثلا ففعلا الفترة دي وتقيبا سنة كمان تاني بعد الفيديو ده هيبه صعب ان انا ساعد الا في الحياة الاساسية يعني مع زوجتي واولادي اللي انا مطالب كلكم ورعين وكلكم مسؤول ورعياتي الزوجة والاولاد انما الاب والام انت ومالك لابيك يعني دي فيها تفسير كده اذا كان هم محتاجين وما عندهم ما يكفي الحياة الاساسية الاكل والشرب والضواء وكده تمام فانت انت لازم في المرحلة دي تساعدهم ودي طبعا لها فتاوري ولها احكام كتير على اليوتيوب الحابب يعني اعرفها طبعا تحلل نفس السلوك الايجابي التاني الناحية الاسرية الزوج مع زوجته الاب مع ابنائه يعني مهم جدنا اخوان الحتة دي عشان ما يبقى ش في حتة او عرضة نفسية تمام نفس السلوك السلبي طبعا الجماع المحتلين يعني فيه ناس بتعمل كده بتطبق القعدة دي عشان زهد سخاء وكده بس السخاء استراتيجي عشان يحتالوا عشان يتعلوا في المناصب عشان غاية بر وسيلة فرشاوي ورده اللي شاف فيلم عسل سود احمد حلمي الجماع الميكافليين فكده يعني ده بالنسبة اللي تحلل نفس السلوك الإيجابي تحلل نفس السلوك السلبي نيجي للاسئلة ايه افضل شيء في التعاون مع المال بصوا منيجي تنزق الشخصية الوسطية المؤول عز وجل بيقول ولا تجع اليدك مغلولة الى عنقك ولا تب صوتها كل البسط تمام فتقعده ملوما محصورة فهي دي حتة الوسطية 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 في كل شيء الوسطية في الكلام في الاقوال في الاعمال وحتى في الفلوس المؤول عز وجل بيقول في صورة البقرة اية 143 وكذلك جعلناكم امة وسطة الاية دي 143 وصورة البقرة 286 في النص بالزبط خلاص سنة اثنين هل الاموال دليل على اصابة الشخص بالامواضي الزهنية نعم احنا الناس اللي بتزمعنا وعندهم منطربات زهنية او كده عطوات الزهنية دي بيندرج تحتها كذا حالة مراضية منو بحبش يعني منو بحبش كلمة مراضية كذا حالة نفسية منضبنها طبعا الضراب الوجداني ثناء القض الشخصية الحدية الفصام الوجداني الاكتئاب المصحوب بأفكار سودوية وميول انتحارية وكمان الفصام فهل للاموال دليل على اصابة الشخص بالاموال بنحط الفلوس في الرأة ماكينها بنشتري كل اللي يخطر على بالنا موضوع العروض والإعلانات يعني مثلا اخر اعلان ده نازل على امازون احس بالتوفير يا طلال توفير توفير يعني فهذه القصة اعلان زي ده طب هدخل واشوف امازون وانعايز اشتري وعمل واجيب تيك 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 صرف له كل اللمعة ممكن يستلف كمان عشان عشان يبدأ يجيب حاجات هو عايز انا اتكلمت في فيديو كامل تفصيل يعني عن التجارب الشخصية اللي انا عدت بيها وعن المصايح و1 2 3 4 5 بالتفصيل هسيب لكم لينك الفيديو ان شاء الله في الوصف او في الكومنتار تحت هسين تلاتة ازاي اتعمل مع المشترات اونلاين لا تشترك اونلاين تشتريش اونلاين يا عم انت ازاي عم انت متخلف انت تعمل لكل حاجة على السوشيال ميديا يا بسو انا بقول ما تشتريش اونلاين للناس اللي هي ما بتعملش 컨يترول على نفسها على العروض على المشترات اونلاين طيب انت في حيات عايزة تشتريها اونلاين تلفعها اعمل ليعمل فيزا بتاعتك لمسا الكارد بتاعك لما يمكنك سيبريس بتاعك وخليها ما حد تسق فيه زوجتك ابوك امك اخوك اختك يعني كده فاهمني خلي اللي هو يجي لك على الموبايل وتمليها لحد وبالتالي هو يدفع كده يعني فاهم القصة بس انت ما تخليش الحقيقة تحت ايدك لانت اللي خليتها في جيبك وانت اللي بتشتريك كشخص سنايا قطب بالنسبة لي انا شخصيا دي مصيبة خلاص حلو هناك ضرق عملية لتحكم في عدم صرف وتبزير الاموال في غير اماكنها بص ما تشتريش اي حاجة في عرض اي حد يقول لك عرض وهتوفر وخد اتنين وعليهم التالتة مجانة ما تشتري ايه بصيب العرض خالص بذات اغم اتنين اللي هي تشتري اي شيء اولاين زي ما انا قدت لكم من شوية اغم دلوقات اللي هي تدفع بالفيزا او المستر كارد او نكسي بريس ايه الفكرة في الموضوع او حتى الحياتي التانية باي موب مش عارف وفدفون كاش حس بقيمة الفلوس ان انت بتجي تدفع المية بتعدها مية كده عشر 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 تلاتين اربعين فمسين مش تحط كده ويفاي او خدمة الاثير اللي بيقولوا عليها دي اه اربعة خد مصروف من حد تسر فيه يعني انت لو انت غير بايبول او خد من زوجتك لو انت بايبول او خدي من زوجك يعني كده ومصروف وليمت معين ما يزيدش عليه اه خلي الفلوس كاش باجال لشيء ممكن يعني انت مثلا انت ممكن يكون معاك متين جنيه او بالسعودي مثلا خمسمائة ريال اه طيب ماشي خمسمائة ريال دي انت لو انت معاك خمسمائة كده مش هتحس بكميتها انما انت لو صرفت لو صرفت الخمسمائة او حولتها من العشرات مثلا او خمسات هتحس حياة كبيرة فلما تجي تدفع الواحد خمسين خمسة عشرة خمسة عشر فهتحس ان انت ايه تدفع انما هتدلو كده خمسمائة لا مش هينفع سين خمسة هلك تجارب سيئة في مشروح لساوي مع الفلوس بصوا بداية البروجيكت بتاعه لساوي لا انا عايز اتبق بسرعة او هذا اوصا فقلت لا لازم اعمل حياة اسمها فيديوهات بتاعتي تبها مترجمة باللغة الانجليزية واللغة الفرنسية وفعلا واحد صاحبي وشاف لي مترجمين وقال لي المترجمين هاخدوا كذا وفعلا ترجموا على فكرة ودفعت الف الف ريال اللي كنت وقتها في السعودية ولكن يعني حتى بعد ما بتعمدت ان انا ما نزلش الترجم عشان انا كده ادبت نفسي يعني تمام فدي مثلا حين ضمن الحياة في موضوع المنتاج انا ما بعملش منتاج خلص كل اللي بيعمل منتاج في كل الفيديوهات يعني ناس وبتفعلها فلوس موضوع السامب نيل كل السامب نيلز او الصورة اللي فتت حالي انت بتشوفها دي مش انا اللي بعملها ناس تانية بتعملها مع موضوع تحويل الاوديوهات لفيديوهات يعني يعني فيه ناس بتعملها بتاخد فلوس ورده الموقع الموقع فيه تيم كامل متكامل شغال عليه وطبعا جنرال مانيجر وفيه سيو اسبيشاليست وفيه ريفيور وفيه كمان كتاب موضوع الادمنز كنت خلات فيه ناس على الفيسبوك وعلى يوتيوب فطبعا ده كله كان مستهلكني جدا جدا ماديا وصلت المرحونة انا بدفع فعلا ما يعادل بالمصري من 20-25 الف جنيه في الشهر ولكن الحمد لله في توقيت الفيديو اللي انا بيكلمكم فيه تقريبا ما بوصلش للخمس تلاف شهريا بدأت عمل كوستر درشا بصورة رهيبة عشان لا الموضوع فعلا استنزفني استنزفني مديا جدا انا واثق ان ربنا يكرمني في يوم الايام في البروجيكت نفسه ولكن لازم باقل كوست ممكن يعني تمام ادعيه عشان الفلوس بصوا يعني 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 انا اقول لكم حيات شخصية كده خلاص الاية رقم 155 في صورة البقرة قول مول عز وجل اعوذ بالله السلام عليم مشترنا رجيم ولا نبلو انكم بشي من الخوف والجوع ونقصب من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين وبشر الصابرين وبشر الصابرين وبشر الصابرين وبشر الصابرين فهي دي الفكرة يعني انا انا خدت فترة تقريبا ستة شهور متتالية بقى صورة بقى كل يوم بحاول ان انا نكرر الاية كتير برضو الاية في صورة البقرة في اوخ البقرة نسيت حتى رقم الاية كان قول مول عز وجل الشيطان يعدكم الفكر واذا مركم بالفحشة والله يعدكم مغفرة منه وفضل والله واسع عليهم والله واسع عليهم والله واسع عليهم برضو بعد كل صلاة اللهم لا مانع لما اعطيته ولا معطي لما منعته ولا ينفع ذا الجد منك الجد منك الجد منك الجد منك الجد منك كده يعني واحد بيقولها بحساس يعني تمام الله من يعوز بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبقل وغلبة الدين وغلبة الدين وغلبة الدين وغلبة الدين وقارك الجال يعني تكرر على قدمه تقدر اللهم دايما بدعي اللهم يجعل المال في يدي ولا تجعله في قلبي فدي الأذعية اللي أنا بحب دايما إن أنا إيه أذعية سين سبعة برعة أفضل بيزنس من وجهة نظرك وصف يعني من قطر البزانس أو البزنسات أو أم مش عارف الجامعة هي باللغة العربية ولكن من قطر البزنس اللي دخلت فيه وفشل يعني بصراحة يعني أحبط فوصلت لقاعدة أن الأفضل بيزنس على الأطلاق أن أنت ما تخطش فلوسك في أي بيزنس بطريقة مش نتتجسم البزنس فلوسك لثلت وتلت 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 والكلام ده كله أن الناس تدفع لك عشان قيمة وقتك ويعني أنا شخصيا يعني أنا ممكن بعمل الموضوع ده بس قريبا من دلوقتي أثناء تصوير الفيديو ده قريبا من ثلاث سنين اللي هو ميديكال أولاين سوبورفايزور يعني أنا اشتغلتها الأول للناس البادي بيلدرز بعدين بيشتغلها في التحليل نفسي والسلوك للأشخاص وإزاي أن أنا حط الخطة نفسها بتاعت لو في حد مثلا بياخد أدوية نفسية أو أمراض نفسية أو التربات الزهنية إزاي يتعامل مع الحواليه إزاي يتعامل مع الأشخاص إزاي يتعامل مع المواقف إزاي يتجنب الصدمات في أشخاص ومواقف الخطة الدوائية بتاعته هل العلاج ده متكامل؟ هل في تعرض الدواء ده مع الدواء ده؟ هل في تعرض للدواء مع المرض؟ هل في تعرض للدواء مع أكل معين؟ هل في نصائح مثلا عادات يومية لازم يعملها ينام جبل كذا يصحى كذا؟ هل في نظام غزاي يفضل إنه يمشي عليه؟ فتقريبا ثلاثين سؤال كده دايما بسأله وبحاول إن أنا أعمل خطة متابعة تكون أونلاين بتبقى جلسات لمدة نص ساعة لساعة جلسة كل أسبوعين على مدار عشر جلسات وبيبقى لها قيمة موينة وبحاول إن أنا أكون البصلة اللي بتحرك الشخص يعني زي ما يكون واحد أنا دايما مشبه نفسي كده زي ما يكون واحد داية في وسط الصحرة ومش هيعرف يروح يمين ولا شمال ولا يطلع قدام ولا يرجع لورا فأنا بجي أنا الدليل بتاعه يروح يمين بعدين اتنين كيلو وبسرعة كذا يصور بعدين يرجع لورا مش عارفة تخل كده يعني زي دليل حارفين دو زمان لما كان واحد يقول لك لازم دليل في الصحرة آه أنا دليل في الصحرة فأفضل بيزنس إن انت الناس تدفع لك عشان قيمة وقتك عشان عارفين إن انت هتضيف ليهم حية جديدة هتحل لهم مشكلة هتنور طريقهم هتساعدهم إن انت موهوب في حتة ما فيش حد موهوب فيها تمام فده وجهة نظر يعني بدون ما تدفع فلوس أو رأس المال في حية معين سين تمانية بقى وآخر سؤال وهلسوي بيدخل لك كام شهرين لا زوا لكني أرى نفس في شهر الثمانية على ما ينزل كلها تقريبا من MAN issه وعلى ما ينزل هتكون دخلنا في الفين تاتة وعشرين. فوالله يا خلال اللحظة اللي أنا بكلمكم فيها دي مع خط من هل ساوي كبرويجكت ولا سنت ولا سنت. هو ارباح مدفع لها اه على القناة اليوتيوب من شهر اربعة وواحد وعشرين. ولكن هم وقفوها عشان قال لك حي اسمه ملف ضريبي وزجيل تجاري. فقلت لأ انا لما انزل مصر هعملهم. فانزلت مصر عملت ملف ضريبي وزجيل تجاري وحليل ماشي كمان في توسيق العلامة المائية بتاعت هل ساوي. وحقوق ملكية فكرية بتاعتها. فالفكرة الرجارات دي خدت وقت كبير جدا. بعدين كل شوية جوجل تبعث لي تقول لي ده ده احنا محتاجين منك مش عارفها. ده احنا محتاجين منك ايه ده احنا تعديل مش عارفها. الاسم مختلف عن. فالغراءات دلوقتي فعلا ما خدش ولا سنت. وانا مش عايز اقول لكم ان هو فعلا الكلام يعني. ولكن كل الناس بتقول بعد ثلاث سنين من بداية اي مشروع خاصة يعني سواء يوتيوبر او بلوج او موقع او حية خاصة بجوجل يعني بيبدأ في ارباح كويس. ولكن هدفي انا في هل ساوي مش ان انا اعتمد على ارباح الاعلانات بتاتا بتاتا بتاتا. يعني يعني الهدف حاجات تانية كتير بتاع هل ساوي تبع حية كبيرة جدا جدا ان شاء الله. انا شايفه شايف هل ساوي ده بعد عشر سنين حية كبيرة يعني انا شايفه دلوقتي. تمام. اه وكده نكون وصلنا لانهاية الأوديو المفضل لجالبي اللي هو ازهج في كل ما قد يعطى لك مجانا. واغول مية مية عسلية على كون الهلساوية اللي بيتبغان لازم تكون هلساوي هلساوي هتكون هلساوي غصب عنك. هساعدك من كل الاتجاهات الممكنة نحية نفسية نحية زهنية نحية بدنية نحية جنسية نحية التعامل مع اشخاص صدمات في اشخاص صدمات في مواقف بزنس اونلاين هتلاقيه هنا في لسان وان شاء الله هشارك معكم كل الحاجات اللي انا عدت بيها والعقبات اللي عدت بيها وازاي عدت منها وازاي انت كمان ما توقعش فيها وما تنسوش دعمنا على قناتنا بلغة انجليزية هساب لكم لينك القناة في اول كومنت في مزفد ووي سلام عليكم